تتساءل هنا مشاهدين صحيفة العرب لماذا تقف الدول الإفريقية على الحياد في حرب أوكرانيا إليكم الإجابة عامل النظام العالمي متعدد الأقطاب بشكل متزايد على تمكين بعض الدول الإفريقية من الحفاظ على موقف محايد بشأن الحرب في أوكرانيا رغم ضغوط الولايات المتحدة وحلفائها لإدانة روسيا ومن المرجح أن تكون هذه الدول حرة في مواصلة إعطاء الأولوية للبراجماتية على التحالفات الإيديولوجية في استجاباتها لاصطراع المستمر مع تداعيات محدودة من الغرب حيث أيدت 28 دولة إفريقية قرار الأمم المتحدة الذي يدين الغزو الروسي لأوكرانيا ومع ذلك امتنعت 17 دولة على التصويت بينما تغيبت ثمانية دول أخرى عنه وقالت السفيرة الأمريكية لدى الاتحاد الإفريقي جيسيكا لابين خلال مؤتمر صحفي في الحادي والثلاثين من مارس قالت إن الولايات المتحدة تبحث عن ردود إفريقية قوية على العدوان الروسي ورحبت بفرصة العمل مع السنجال التي صوتت لصالح قرار الأمم المتحدة وتتماشى تصريحات لابين مع موقف الولايات المتحدة وأوروبا الغربية بأن على الدول الإفريقية إدانة الغزو الروسي وأن الحياد أو الامتناع عن التصويت يعني التواطئ مع تصرفات موسكو في أوكرانيا